فيما يخص الموضوع الأكثر جدلاً خلال الأيام الماضية والأيام الحالية والأيام التالية موضوع النادي الأهلي وملعب مباراة نهاية دورة أبطال الأفريق إيه رأيك بدايةً كده في الوضع بشكل عام والله الوضع يدايق والوضع مش الطبيعي بتاع مصر الرأي ده في كل حاجة ومش كلام عشان ما تقولوا إحنا إحنا لا إحنا رواد في أفريقيا ورواد في كرة القدم ورواد عربياً وطول الوقت مصر اللي متقاش مصنفة ورايحة ما تاخدش أي حاجة بتوصل لإنهائي ومباراة فاصلة في كاس العالم وأقوى دوري في رأيي في المنطقة ومن أقوى الدوريات يعني أفريقياً أقوى دوري مثلاً خلاني نتكلم نتكلم على أفريقيا لكن إحنا نتحط في الوضع ده في علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي مش مصر إحنا النادي الأهلي الوقتي لا بيمثل مصر مزبوط النادي الأهلي الوقتي هو الممثل المصري لطرف إن شاء الله النهائي بعد مباراة وفاكستيس والممثل المصري الوحيد في البتواطر الأفريقيا يا حزين بعد خروج الزمالك وبرمزه المصري وكله طيب أنا النهاردة المصر اللي مكرها الكاف القاهرة زي ما بيقولوا وكل شوية يقولوا المكرها عندكم المكرها أنا يعني ليه المباراة تلاقي في المقرب فين الفرص المتساوي والله أصلي لسه الأربعة ما تحددوش ممكن وفاكستيس يسعد أو بترو أتليتكو يسعد المباراة تين أعتقد خلاص طرفين نهائي الأهلي والوداد طيب أنا النهاردة بدي ميزة للوداد بيلعب وسط جمهوره بيلعب أنا بالمبدأ أنا في ناس ممكن بالزمالك أو الأندية تنية تروح تشجع الآن بمبدأ إن ده الممثل المصري في ناس بتروح عادي جدا صحيح الأهلوية هيروح يا سيدي واخد بالك هيتلعب في برج العرب اللي استاد مش هيتملي هيتلعب في الغرداء اللي استاد مش هيتملي هيتلعب في أي مكان اللي استاد هيتملي فإنت مدي ميزة للمغرب إن أنت فريق مغربي هلعب على أرض يعني عشان مثلا المصريين يسافروا من هين المغرب دي قصة كبيرة لكن عشان المغربة يسافروا مثلا من الوداد دي لحد العاصمة أو أيا كان محافظة أو كده دي مشكلة؟ مش مشكلة فالنهاردة أنت ليه بتحط نفسك كاف في نقطة زي دي موضع عريبة ليه بتعمل كده؟ صح ليه؟ ليه؟ ما تلعبها في السنغال يا سيدي ما تلعبها في نيجيريا في الكاميرو إن كانت لسه مستضيفة أو مش أحسن حاجة لكنها المباراة هتعدي بشكلها أو بآخر يعني صح ما تلعبها في الجزائر بعد ما فاقستيقنات تلعبها في تونس ما تلعبها في تونس هنقعد نعد في البلدان ما تلعبها في أي بلد لا وأنت أنا أنا قلت مبرح حاجة يا صلاح أول مبرح إنه لو أنت شايف إن دول أفريقيا كلها ما عنداش ملاعب مؤهلة إن استضيف نهاية دولة أطار أفريقيا يبقى دي مشكلتك ليه مبارا واحدة بالمناسبة ها ليه مبارا واحدة ها ليه مبارا واحدة أنا مش بقولك بطولة يعني يبقى أنت عندك مشكلة إنت أصلا ككاف عندك مشكلة لأن تتكسف يبقى أنت كده عندك أزمة أنت ما عندكش دولة تقدر تستضيف مباراة يبقى أنت عندك كارثة كبيرة غير مصر والمغرب وجنوب أفريقيا يبقى دايما يقولك مصر والمغرب طبعا هم أفضل ثلاث دول في القرى يقدروا يستضيفهم مباراة كبيرة بس بقى الدول مش موجودة ما ده معناه يبقى أنت بتكرب فاشا للكاميرون في بطولة الأمم بالأفريقيا دي نقطة تانية نقطة مهمة جدا ما تقول إن دي والله لسه منظمة فنديها للكاميرون صحيح لسه كان عندهم بطولة كبيرة معدين الآلم بارح في بيانه قال نقطة في منتهى الأهمية يا صلاح نقطة ممكن تكون عدت على ناس قالك هو الكاف ليه ما قلناش ليه ملف السنغالية تسحب إيه الأسباب السناني عندها مشاكل مثلا في أرض الملعب في المدرجات في المواصلات ليه تسحب الملف ده ليه الكاف موضحش وفاهم الكاف موضحش قالك إحنا اخترنا المغرب لما السنغالية انسحبت ليه؟ طيب أنت المعلومة اللي عندك النمو تسيوي جاب لك شاعو جاب رئيسة حد السنغالية وقال لهم والله أعرف حلوا الأمور مع بعض فأنا النهاردة لو القلقة كويسة أنا بتسيب لي المباراة أناية الاثنين إن مشكلة وأناية الاثنين دي بقى ببناء على إيه؟ زي ما تيجي عشان إحنا مش بنتاهم حد دلوقتي لكن أنا النهاردة إيه اللي حصل؟ يعني عارف إنت إيه؟ يعني بلغة الكرة حل يا كريم إنت وصلاح مع بعض فأنا تيجي تقول لي إحنا مكتب تنفيذي واحد وكاف واحد وبتاع عندي مباراة فضل فضل عشان هيا راجع لي تاني اللي هو دوارة يعني مهي مش يا كده خشيل هالي وخشيل هالي على فكرة مهي مش يا كده انت بتقولها بشكل سهل بس هو في حيات الأمر هو ده اللي حصل هي دي المعلومة لا أنا بقولها لك بشكل مبسط الناس كلها تتفاهم إنه متسب كمان كان غاضب من اللي حصل ده إنه رئيس الاتحاد الأفريقية الكرة القدم كان غاضب من اللي حصل وشاف إنه أعضاء المكتب التنفيذي زبطوها مع بعض من الآخر يا بس هو اللي سمح لهم بكده مطاق أنا النهار ده رجل رئيس الاتحاد الأفريقية طيب نعم هو العفيم المسؤولية طبعا مسؤول خد بالك والواحد والله بعيدا تماما عن نظرات المؤامر موتسيب ده كان رئيسنا دي ايه سانداونس اللي ميشي منه مين موسيماني عارف انت في لفة بقى طويلة كده عارف انت هتروح بقى هتوديك بقى في حتة تاني خالص أنا سرحت معك بحاول أشوف انت رايح لي فين وصلت طيب وصلت رئيس نادي سانداونس اللي موسيماني سابه رجالي على الأهلي اللي بينهم مشاكل لحد النهار ده على فلوس كانت خديتها مرات موسيماني ووكيلته مش عارف ايه صح الكلام بتقالي فانا النهار ده انت ليه بتحط نفسك وتحط الاتحاد الأفريق معلش طول الوقت بتهاجم الراجل بشكل غير مباشر مش التالي بتهاجمه بس النادي عندك عنده مشاكل الراجل في بلده مورات الأهلي فاكر لما وقفه باللافتات طب انا ليه مروحش بخيالي ليه ممنعش كده الراجل مستقبلوش في بلده احسن استقبال يعني هو نفسه طولي اعتظر انا اسف ان ده بيحصل في بلدي سبل الاوتوبيس ونزل عشان يعني يا جماعنا في بلد منفعش تامن معايا كده حصل ولا ما حصلش طيب انت اللي ودتني بخيالي ان انا اوصل للنقطة بقى ونظريات المؤامرة والكلام ده كل طيب وانت فين انت رئيس اتحاد الافريكي الوقتي بقيت رئيس لكل الانديال المشاركة في البطولة الافريكية وبطولة الامم الافريكية وراجل عايز تحط نفسك في مكان كويس وانت راجل الناس كلها انت خبتك عشان خطر طيب انا مسافة واحدة من الجميع وانت مش طرف في الموضوع خليها جنوب افريكي عادي تستغيف طيب الموقف اللي اتخذوا الاهلي والاتحاد المصري البيانات اللي طلع على الاتحاد المصري اللي ارسلوه للكاف وايضا التصعيد للمحكمة الرياضية الموقف كله على بعضه شايف تحليلك شايفه موقف سليم الاهلي محتاجه اكتر من كده الاهلي يقف عند كده يساعد ازاي الاهلي اكتر طيب هو يعني اقصى حاجة تتعمل في التوقيت ده حاليا اتعملت من اتحاد الكرة والنادي الاهلي بس احنا كان عندنا كرت تاني ممكن نلعب بيه بس هو برضو الوقت ما خدمش انك تقدم مع السنغال ومع المغرب انك تستقدم في المباراة ده خطأ فده كان لازم عارف انت مبقى فيه كرت تلعب بيه انا موجود في الصورة ادي الملف بتاعي النهاردة واحنا عادين القادة دي لو مصر مقدمة والمصر مقدمة والمغرب مقدمة والسنغال انسحبت انا ادوها بلد تاني مستحيك انا اشكري اقول لك التوقيت ده ده اقصى حاجة ممكن تتعمل لكن كان ممكن بخطوة قابليها عادي جدا الاستاذ الاهلي والسلام يستقبل النهائي برج العرب القاهرة الخطأ ده خطأ اداري مشترك في رأيي بين التحاد الكرة وبين النادي الاهلي عشان بس ان نبقى واضحين وقت ما الكاف فتح ااا الترشحات او ترشحات لا لا الاهلي يقدم اولا التحاد الكرة هو اللي بيقدم بس الاهلي ما طلبش والتحاد الكرة ما عملش وكان معايا مبارح الاستاذ الهاب الكم يعودوا مجزة التحاد الكرة قال انه الفترة اللي فتحها الكاف عشان تقدم ملفك اااا كان فترة مشتركة بين فترة احمد مجاهد وفترة الاستاذ جماعة دي حقيق انا كنت برضو يعني بس ده كان لازم يبقى المتوقف فيه اوي اوي النادي الاهلي انا معايا يعني النادي الاهلي سواء الاستاذ احمد مجاهد موجود او الاستاذ جماعة يلفت النظر يا جماعة نقدم نقدم من باب الضخط زي ما برامدز عمل برامدز عجبني جدا ممكن الوقت عادي نهائي يكون فضرانيا ما تلعبش عادي جدا وارد انت عندك بدل ما انسحب بقى الوقت يعني لو الوزاد مش موجود انسحب السنغال انسحبت لا انت كاهل حتى لو ما كنتش وصلت للمرحلة دي وكنت تخسرها انسحب عادي الملف يا انسحب يعني السنغال انسحبت بدون اي اسباب والاقوبات مش حصلت مشكلة يعني وليه اتنين نهائي يتلعبوا في المغرب من قلة البلاد الافتراني نهائي ورا بعض اه ففيه علامات استفهم كتيرة جدا هتخلينا نروح الاهلي عمل اقصى مالة دي في المرحلة دي ما عندوش حاجة تاني يقدر يقدمها النادي الاهلي انا لجأت واعتردت وطلعت البيانات ولجأت المحكمة الرياضية والتحاد الكرة تضمن معي لكن هي دي اقصى حاجة